عشق سيريناي ساريكايا لديهم أخبار صارة تبدأ الممثلة في تصوير فيلم كوبيدي جديد الذي سيتم مطرحة على خدمة البث المباشر بنيتفليكس بعد الانتهاء من مسلسلها التلفزيوني العائلة سيريناي ساريكايا في مسلسل جديد على نيتفليكس نجحت سيريناي ساريكايا التي لعبت دورة الشخصية الرئيسية في المرنامج التلفزيوني العائلة الذي شارك فيه كيفاش تانت لتوك على الرغم من أنها لم تحقق نجاحا كبيرا إلا أن المسلسل التلفزيوني حقق نجاحا كبيرا عدوة على ذلك نال مسلسلها التلفزيوني أهرامان على نيتفليكس أراء إيجابية من المشاهدين وعد المشاهدون بمواصلة هذه القصة المثيرة هذا العام كما هو معروف فإن العائلة تقتصر على 30 حلقة لأن كيفاش تانت لتوك الذي يلعب دورة الشخصية الرئيسية لديه الكزامات أخرى بعد إنهائها عملها التلفزيوني يبدو أن سيريناي ساريكايا ستعمل في مشروع جديد أيضا سيتم إطلاق مسلسل جديد من تأليف أيامب ومن تأليف إيجا على منصة الرقمية نيتفليكس بالتعاون مع ميرت بايكا في اليوم السابق اجتمعت سيريناي ساريكايا مع كاتبة السيناريو في الاحتفال بالذكرى السادسة لنيتفليكس حيث كتبت في هذه الصورة مع تعليق معا مرة أخرى ذكركم أن إيجا وسيريناي تعاونوا سابقا في المسلسل التلفزيوني بعنوان تي دي وفقا للمعلومات ستكون هذه السلسلة كوميديا رومانسية استكشف العلاقات المعقدة بين الشباب هم الآن محيرون في تسمية هذا المسلسل تم اختيار عنوان كاملير جيلدي أو كاملير جيستي سأرقب التطورات لذا لا تنسوا متابعة الصفحة ودعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر